تحياتنا من اندبندنت عربية وإليكم النشر الإخبارية لأبرز أحداث اليوم نبدأ من المغرب حيث أعلنت وزارة الداخلية أن الحصيلة الأولية للزلزال الذي ضرب البلاد والذي يعتبر الأعنف منذ قرن ارتفعت إلى أكثر من ألف قتيل ومثلهم مصابون وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بلغت شدة الزلزال 6.8 وقد وقع على بعد نحو 72 كم إلى الجنوب الغربي من مراكش بعد الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي وقد تجندت كل القطاعات المعنية لتقديم العون للمتضررين كما أعربت العديد من الدول عن أسفها لهذه الحادثة المؤلمة وأعلنت جاهزيتها لمساعدة المغرب وفي نيو ديلهي انطلقت القمة الثامنة عشر لمجموعة العشرين تحت شعار أرض واحدة عائلة واحدة مستقبل واحد وقد غاب عنها الرئيسان الصيني شي جيم بينك والروسي فلاديمير بوتين وافتتح رئيس وزراء الهند نارين درامودي الاجتماع بدعوة الأعضاء إلى إنهاء نقص الثقة العالمي وإعلان منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة بهدف زيادة تمثيل المجموعة أعمالها وفي حين أعلن مودي أن المجموعة توصلت إلى توافق حول الإعلان الختامي لزعمائها أشارت لافتة وضعت أمامه إلى بلاده باسم بهارات مما أثار تكاهنات بشأن تغيير اسم الدولة إلى لندن حيث عثرت الشرطة البريطانية على الجندية السابق الفارم من سجن HMP وانسورث جنوب لندن وألقت القبض عليه في منطقة الشيزك غرب العاصمة بعد مطاردة استمرت أربعة أيام في جميع أنحاء البلاد وكان دانييل عابد خليفة البالغ من العمر 21 سنة محتجزا في انتظار محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب والعمل لصالح إيران وقد تمكن من الفرار الأربعاء الماضي من خلال التسلل من مطبخ السجن الذي كان يعمل به إذ ربط نفسه أسفل سيارة فان تنقل الطعام أما في البندقية فتتجه الأنظار إلى مهرجانها السينمائي الذي سيوزع جوائز دورته الثمانين وسط أجواء مشحونة بالإضراب المستمر في هوليوود الهادف إلى تحسين الأجور وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة السينمائية وقد دفع المهرجان ضريبة الإضراب بعد أن قاطع كثير من النجوم فعالياته هذه كانت أبرز أخبار اليوم شكرا لكم ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقع اندباندنت عربية